النهاردة ان شاء الله نتكلم عن موضوع خطير ومهم جدا 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 وطبعا ناس كتير بتعاني منه وناس كتير ابتقع فيه وخطأ وارد سواء مع العاملين في الحقل الطبي أو الصيادلة أو المرضى طبعا أو اللهم بياخدوا هذا المادة ألا وهو الأدوية وتأثرتها الجانبية طبعا ما فيش حد فينا اللي هو بياخد داوة ما فيش حد فينا اللي هو بيروح الصيادلية ممكننا هياخد حاجة للصداع حاجة لنزلات البرد طبعا فيها أدوية اسمها الأوتو سي وطبعا حتى بعض الدول بدأت تقلصها للغاية لأن أصبح الأدوية كلها دلوقتي لها مضاعفات خطيرة وتأثيرات جانبية خطيرة وبيحصل تحسل حكيتها جدا طبعا الأدوية كترت وعندنا مثلا على سبيل المثال الدواء الضغط بقى فيها حوالي 240 دواء للضغط أدوية السكر بقى فيها أنواع جديدة طلعت المسكنات بقيت فيها أقول أمرض يعني ما عادش الوضع زي الأول وزي زمان أن الأدوية كانت محدودة ومع رؤوفة ما كانش بالإنسان بيتحس منها بالطرقة دية أصبح دلوقتي فعلا بتبقى في حسين من مجموعة جدا من مضات الحيوية ومجموعة جدا من العقاكير الطبية وعلى ذلك بنقول يا جماعة لازم ناخد الأدوية دية تحت إشراف طبيب متخصص يعني متخصص دي نحطه تحتها كذا خط لأن أنا لاحظت من خلال عملي أن فيه رجتات كتير بتأييني فيها أدوية يعني أنا ما توقعش أبدا أن طبيب ممكن يكتب رجتة الزهيل فهل هو بيكتب رجتة دي عشان يرضي المريض وعلى عشان يخف المريض بتاع أقوام في يوم واثنين ويقوله روحه مع السلام ويجب بعد كده فشل كله ومضاعفات زي ما بشوف حالات كتير جدا يوميا بتقابلنا حالات جدا معظم الحالات اللي بشوفها يمكن حوالي 70% منها توقع دي على غلط فيجب أن احنا نتوخر الحظر في أخذ الأدوية والنصحة دي بنقولها لكل الناس سواء الطبيب سواء الصيدالي سواء المواطن لأن لقيت أن كل الناس دي بتاعف الأخطاء دي للأسف طبعا الدواء السليم زي رصاصة صحرية يعني بيسيب الهدف بدون ما يقصر على الأنسجة اللي حواليها ده المفروض مش هدي علاج ويخفف عضو معين ولقاء أفسد عضو آخر وتسبب فشل كلوي مثلا من فشل الرئوي التهابات في المعدة كرح في المعدة طبعا المضاعفات الجانبية للأدوية فهذه اللحظة بعض الحين بتبقى خطيرة ومميتة